السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك لفيديو اذا ما كنتم اشترف فقناة اشترف فقناة وفعل زر الجرس اليام جاب لكم حل مشكلة توقف الهاتف على شعار سامسونج اوكي طبعا كيف تحل هذا المشكلة بدون ما تفقد اي بيانات اوكي نروح للشر اول شي لازم اتطفي الجهاز طبعا طريقة ادفاع الجهاز تختلف من جهاز لاخر طبعا بهذا الحاتف كيف تطف الجهاز فيه زر الهوم فلازم انك تضغط على الزر الهوم وال زر Alberto اما اذا ما كان فيه هوم تقدر تضغط على زر الهو AND اضغط على زر ميزี่ وخفض الصوت مع بعض ورح يطفي الجهاز فا انا بالنسبة لي في الجهاز اللي فيه زر الهوم رح القضية على زر الفاور وخفض الصوت والباور رح يطفي اول ما يصير الشاسس سوداء مباشرة اضغط على زر زيادة الصوت وزر الحوم وزر الباور اوكي مع بعض مباشرة راح يدخلك الى العدادات الفاكتوري ريست اوكي من هناك راح نعدل راح نحل مشكلة تعليق على الشهار شامسونج اوكي هنروح نطبق الخطوات راح اضغط على زر الباور وخفض الصوت والزر الحوم الثلاثة مع بعض اول ما يعطيك شاشة سوداء خلاص امسك زر زيادة الصوت والباور وزر الحوم خلاص اول ما يعطيك هذا الايقون خلاص مباشرة راح يدخلك في عدادات فاكتوري ريست اوكي راح تنتظر لانما يفتح الجهاز اوكي راح نحل مشكلة فتح الجهاز والتعليق على الشعار سامسونج اوكي طبعا هنا مثل ما تشوفون راح تنتظر ثواني لانما يفتح خلاص بعد ما يفتح الان روح كيف تتحكم في العدادات روح للخيار رقم بالضغط على الزر خفض الصوت يروح تحت وفوق زيادة الصوت اوكي راح ننزل للخيار هذا الخيار شوفوا لاحظوا هذا الخيار ويب كان هذا هذا الخيار اوكي اختار هذا الخيار واضغط على زر الباور اول ما تضغط على زر الباور انزل اختار يس واضغط على زر الباور اوكي بعد ما تختار الآن اضغط على اول خيار خلاص راح يقوم الجهاز بحث جميع ملفات اللي الملفات اللي يسبب لك هذا المشكلة اللي هو تعليق على شعار ابل او شعار سامسونج اوكي خلاص بهذا الطريقة راح تحل مشكلة تعليق او الحاتف على شعار سامسونج طبعا راح ننتظر اذا ما ضبط هذه الطريقة الحل الوحيد لهذه المشكلة هو انك تسوي فاكتوري ريست يعني راح فاكتوري ريست راح تحذف جميع البيانات طبعا لازم تنتبه ان هذا لو ما ما ضبط الطريقة ما ضبط معك لازم تسوي فاكتوري ريست اللي لو ما ضبط الحين راح بشرح لك كيف تسوي فاكتوري اوكي راح ننتظر ثواني اذا ما فتح الجهاز راح بعطيك الحل الثاني اوكي بما بما انه وقفت كم من ثانية خلاص ما يفتح المعلق على شعار سامسونج يا شباب الحل الوحيد انك تسوي فاكتوريست كيف تسوي فاكتوريست بنفس الطريقة تضغط على الباور والهوم وخفض الصوت اول ما يشي يشي يستوي الشاسة اه سوداء اوكي راح تترك زر الخفض الصوت تنسك زر الزيادة الصوت خلاص بعد ما تمسك هذا الثلاثة ازرار مباشرة راح تدخلك في نفس المكان نفس المكان بس تختار فاكتوريست حتى تحذف جميع البيانات راح تفقد جميع البيانات طبعا ما في حال ثاني لازم تفقد البيانات حتى يفتح الجهاز وما يعلق على شعار سامسونج اوكي يا شباب الحين كل ما عليك انك تروح تنزل 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 لتحت تختار فاكتوريست هذا الخيار شوفوا فاكتوريست اه ناس من شوفون فاكتوريست اوكي بعد ما تختار فاستوريست اضغط على زر الباور حتى تختاره وانزل لتحت واضغط على يس اوكي بعد ما تضغط على يس الحين مباشا اختار اول خيار اضغط على الباور خلاص مباشا راح يبدأ يسوي لك فورمات ومسح جميع البيانات فاكتوريست بهذا الطريقة راح يفتح الجهاز بدون ما يعلق على شعار سامسونج طبعا هذا العملية لما تسويت فاكتوريست طبيعي انه راح يطول معاك شوية لازم توقف يعني لازم تصبر لازم تتحلى بالصبر لان اه عمليه فاكتوريست احتاج شوي وقت يعني لا لا تسوي اي شي بس انتظر ما عليك سوى انتظار اوكي مثل ما تشوفون خلاص بهذا الطريقة طبعا اه اربع دقائق اخذ مني اربع دقائق تقريبا وفتح خلاص بهذا الطريقة تم حل مشكلة تعليق على اه شعار سامسونج وبس هذا هو المقطع يا شباب الخطوات الباقي جدا سهل راح تتخطاها تحط مثلا بيطلب منك انك تحط يميلك وتتصل بالواي فاي وتختار اللغة وتختار المنطقة وهذا الامور البسيطة اوكي مثل ما تشوفون تختار اللغة تضغط على استارت وبس هذا هو المقطع ما ايضا اتغل في الفيديو انت اكتشف باقي الخطوات وبس هذا هو المقطع اذا اجب المقطع اضغط لايك الفيديو اذا ما كنت مش ترفق انا اشترف فقناة وفعل زر جل تم حل المشكلة بنجح بس مع السلام